موسيقى رئيس الجمهورية استقبل بالقصر الرئاسي وفدا من المكتب التنفيذي لهيئة العلماء الموريتانيين السيدة الولا تدعو في مؤتمر الإيسسكو إلى التمسك بالعلم والمعرفة باعتبارهما مصدر إلهام يمكن المجتمعات من المحفاظ على التماسك الاجتماعي وتطور العلمي النيابة العامة تعلن توجيه تغمي لثلاثة عشر متهما من المشمولين في قضية الفساد مبذقة عن ملف التحقيق البرلماني مع المتابعة القضائية مرحبا بكم في مسائية الموريتانية ومعكم فيها العليم السعود مرحبا بك محمد فاله لكم مشاهدين الكرام نعم كمان نرحب أيضا بعائشة علي التي تصحبنا في لغة الإشارة استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ غزواني صباحا اليوم بقصر رئاسي في نواكشوت وفتا من المكتب التنفيذي لهئة العلماء الموريتانيين برئاسة أمينها العامة السيد الشيخ والصالح وأجرت المقابلة بحضور وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية السيد الداهر سيدي والأعمار طالب والسيد محمد أحمد المحمد المين مدير ديوان رئيسي الجمهورية والسيد أحمد والنيني مستشار برئاسة الجمهورية والسيد محمد والسيد جعفر مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية والسيد محمد للغاية وأدلل من العام لهئة العلماء الموريتانيين بعيد اللقاء بالتصريح التالي بالعالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم لقد قابل وفدو الهيئة فخامة رئيسي الجمهورية كان اللقاء وديا وإيجابيا وقد ناقشوا معه مجموعة من القضايا المطروحة وتعحد بتسويتها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى دعت سيدة الأولاء الدكتورة مريمت محمد فاضل للداهل ضرورة التمسك بالعلم والمعرفة باعتبارهما مصدر إلهام يمكن المجتمعات من الحفاظ على التماسك الاجتماعي والتطور العلمي جاء ذلك في خطاب نلقته اليوم خلال مشاركتها في المؤتمر المنظمي عبر تقنية الفيديو من قبل منظمة العالم الإسلامي لتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو أود أولا أن أشكركم على دعوتي لحضور هذا اللقاء الدولي الهام عن بعد وأود كذلك أن أهني الإسيسكو ومديرها العام دكتور سالم بن محمد المالك على اختيارهم المرأة والمستقبل شعارا للاحتفاء بمبادرة المنظمة لتكريم المرأة وإعلان عام 2021 عاما للمرأة طلب مني أن أتحدث عن المرأة ودورها الملهم الإلهام مرتبط بالمعرفة والمعرفة لا تتم إلا بالتعليم المرأة كانت دائما مصدرا للإلهام والإبداع والابتكار سواء على المستوى الثقافي أو العلمي أو الاجتماعي تعليم النساء رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المجتمعات التي يسود فيها السلام والوئام هي المجتمعات التي راهنت على تعليم المرأة الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والسلم الأمني مرتبط بالمستوى التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة ودورها في الحياة المدنية والشأن العام والمسؤولية المجتمعية هذا في الوقت الذي هناك اليوم حوالي 300 مليون طفل وطفلة ومراهق ومراهقة في العالم خارج الفصول الدراسية أكثر من نصفهم من البنات والفتيات 70 مليون أمي في العالم الإسلامي ما يزيد على نصفهم من النساء أقل من ثلث خريج تخصصات العلوم والتكنولوجيا من الفتيات تنعكس هذه الوضعية على نسبة التمثيل في مستويات صناعة القرار ورسم السياسات والمساواة الوظيفية وتكافؤ الفرص المهنية والتفاوت في الامتيازات المادية والسلطات التراتبية رغم كل هذه المعطيات ظهرت أيضا مؤشرات إيجابية وتحققت مكاسب ملموسة وانفتحت آفاق واعدة أمام المرأة وخاصة في العقود الماضية على سبيل المثال خلال جائحة كورونا الحالية التي أوقفت الاقتصادات وأثرت تأثيرا بالغا على العالم أجمع لعبت المرأة دورا حاسما في مواجهة الانعكاسات السلبية على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي كما تكشفت مواهب ريادية لعدد من النساء الملهمات حيث قادت عدة نساء من مواقع تنفيذية وتشريعية مجتمعات من العالم العربي والإسلامي ومن أوروبا والأمريكيتين ونيوزيلندا فعلا إن المرأة والإلهام والمستقبل هي أركان صلبة مترابطة للتقدم والازدهار والنمو إنها فرصة اليوم لتوجيه الجهود والسياسات والتدابير من أجل تكريس مفهوم مرأة المستقبل بدل التركيز على مستقبل المرأة فالرؤية الاستشرافية المنشودة يجب أن تنطلق من المرأة نفسها بكل أبعادها وقدراتها ومواهبها ومنابع إلهامها المرأة الفخورة والملتزمة بقيمها ودينها وليست الرؤية التي تضع المرأة في نسق زمني نبحث لها عن مكان فيه وموقع داخله إننا نتحدث اليوم عن هذه المرأة التي تصنع المستقبل وتؤثر فيه وتوجهه نحو الأجدى والأصلح إنها المرأة المتربية والمربية التي تجعل هذا المستقبل أكثر أمناً وإشراقاً واستداماً إن مسيرة المرأة نحو المستقبل ليست مفروشة بالورود كما يجب أن يكون ذلك باعتبار التحديات الجمة والصعوبات المتشعبة التي تواجه هذه المسيرة لكن التحلي بالإرادة القوية والعزيمة الصادقة والتجلي بالإلهام المتنور كفيلان بتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا وآمالنا وإني أدعو الإسيسكو من هذا المنبر وبهذه المناسبة إلى النظر في توسيع هذه المبادرة الحميدة للاحتفاء هذه السنة بالمرأة لتصبح خطة استراتيجية لخمس سنوات والعمل على رسم أهداف متعددة المدى لبرنامج شامل نعمل جميعاً على تحقيقه خلال هذه الفترة الخماسية وتنصهر فيه جهود المؤسسات الدولية مع الهيئات الوطنية وتحشد له القيادات الرسمية والأهلية الدعم والمساندة شكراً والسلام عليكم كان ذلكم خطابة سيدة الأولى دكتورة محمد محمد فاضل أداه في مؤتمر الإسيسكو اليوم وكانت تشغال المؤتمر المنظمي من قبل منظمته العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة قد انطلقت اليوم عبر تقنية الفيديو تحت شعار 2021 عام للمرأة المؤتمر انطلق بمشاركة عدد من السيدات الأول في كل من موريتانيا ومصر وافغانستان وممثلات عن بعض البلدان العربية والمنظمات الدولية إضافة لرئيس الإسيسكو رموز نسائية منبع إلهام للمستقبل شعار اختارته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو عنوانا لمؤتمرها المنظم عبر تقنية الفيديو برعاية سامية من العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس وبحضور افتراضي تمثل في السيدات الأول بكل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية مصر العربية وجمهورية أفغانستان الإسلامية إضافة لممثلات عن بعض البلدان العربية والمنظمات الدولية تضمنت الجرسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة ترحيبية واستعراضا لدور المرأة والمكانة التي تحتلها اجتماعيا واقتصاديا وما يجب اتخاذه من أجل وصولها إلى أماكن صنع القرار كما تمت الدعوة إلى ضرورة التمسك بالعلم والمعرفة باعتبارهما مصدر إلهام يمكن المجتمعات من الاستقرار والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي المدير العام لمنظمة الإسسكو الدكتور سان بن محمد المالك أكد أن اختيار المنظمة لعام 2021 عاما للمرأة لم يكن اختيارا عابرا معلنا في الوقت ذاته نية المنظمة القيام بحزمة من البرامج التي من شأنها الرفع من قدرات المرأة وتمكينها عبر منصات دولية متخصصة وبرامج لرعاية الإبداع والتدريب بالتعاون مع الدول الأعضاء وتناول المشاركون في المؤتمر عدة موضوعات من أبرزها الإلهام وتمكين القيادات الحكومية وإسهامات النساء في تطوير النظم المؤسسية الدولية أعلنت نيابة العامة عن توجيه التهم مع المتابعة القضائية لثلاثة عشر متهما من المشمولين في قضية الفسادة المبثقة عن ملف التحقيق البرلماني وأكدت نيابة العامة في بيان صادر عنها أنها طالبت بوضع المتهمين تحت المراقبة القضائية وذلك لضرورة أن يجري التحقيق وإجراءات استرجاع الأمال خارج الضغط الذي تشكله آجال الحبس الاحتياطي المحددة مستليا بدقة ونتابع فيما يلي النص الكامل لبيان النيابة العامة بسم الله الرحمن الرحيم أحالة مدرية مكابعة الشرعين اقتصادية والمالية يوم الثلاثاء تسعة الثلاثة الفين وواد عشرين إلى قطب النيابة المعني بمكابعة الفساد نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي في قضية الفساد المنبثقة عن ملف تحيق البرلمان شملت عمليات البحث الابتدائي تعقب وشمع ودراسة واستغلال آلاف الوثائق والاستماع لعشرات الأشخاص ومواجهة بعضهم ببعض والقيام بمعاينات في أماكن مختلفة في الواقشوط وانواذيب والترارز وانشير فضلا عن جمع كم كبير من المعلومات من هيئات رسمية ومكاتب مهن قانونية ومؤسسات خصوصية وقد كشفت نتائج البحث عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون السامون السابقون ورجال أعمال وآخرون في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة كما كشفت عن مشاركة مسؤولين السابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وامتلكات منقولة وعقارية جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع من خلال عدة جرائم ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحاققين وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة ومصانع وعمارات ومنازل وحوائر سيارات وأرصد بنكية ويتعلق الأمر هنا بما عهر عليه في موريتانيا حتى الآن وحسب التقديرات الأولية تجاوز تلك الأموال المجمدة حتى الآن أكثر من 41 مليار أوقية قديمة تعود 29 مليار منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على سلة مصاهرة به وحوالي مليارين وسبعمائة مليون لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية بناء على ذلك وبعد استجوار المشتبه بهم قرر قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة متابعة كل من محمد والعبد العزيز يحيى والحدامين محمد سالم والبشير محمد عبد الله والوداع طالب والعبد حسن والعلي المختار واللجاي محمد سالم والبراحيم محمد والداف محمد والمصبوع محمد رمين بوبات محمد رمين والهلوكاي محيد دين محمد السار كبو بالتهم المفصلة أدنى تبجيز ممتلكات الدولة العقارية والنقضية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوايد من العقود ومزايدات منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية استغلال النفوذ السائل استغلال الوظيفة لإثراء غير المشروع إخفاء العايدات الإجرامية إعاقة سير العدالة غسل الأموال طبقاً للمواد المواد 164, 165, 169, 179 من قانون العقوبات والمواد 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18 من قانون المقناط الفساد والمواد 32, 36, 37, 38 من قانون غاصل الأموال بحق المتهم الأول المشاركة فيه جرائم تريد المتلكات الدولة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة لإثراء غير المشروع طبقاً للمواد 6, 10, 11, 14, 16 من قانون المقناط الفساد والمواد 51, 54, 164, 167, 379 من قانون العقوبات بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والثالث والثابع إساءة استعمال أموال الشركة الوطنية استعمال السلطة المخولة استعمالاً يتعارض مع مصارح الشركة الاقتصادية طبقاً للمادة 688 فقرتين الثلاثة واربعة من مدونة التجارة بحق المتهمين الثالث والرابع والخامس والثالث استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة الإثراء غير المشروع إخفاء عايدات إجرامية المشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفاقات العومية طبقاً للمواد 6, 13, 14, 6, 17 من قانون المقناط الفساد والمادتين 53, 54 من قانون العقوبات بحق المتهم الثامن تبديد ومتلكاتها الدولة العقارية استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة أخذ ثوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها طبقاً للمواد 10, 13, 14 من قانون المقناط الفساد والمواد 50, 54, 164, 167, 169 من قانون العقوبات بحق المتهم التاسع والمشاركة في ذلك طبقاً للمواد 53, 54 من قانون العقوبات بحق المتهم الثاني عشر استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة الإثراء غير المشروع إخفاء عائدات إجرامية المساهمة في التسطر على ثراء غير المشروع طبقاً للمواد 13, 14, 16, 17 من قانون المقناط الفساد بحق المتهم العاشر إخفاء عائدات إجرامية المساهمة في التسطر على ثراء غير المشروع إعاقة سير العدالة طبقاً للمواد 16, 17, 18 من قانون المكهفة الفساد بحق المتهم الحادي عشر المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية الاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة والتأثير موظفين عموميين طبقاً للمواد 53, 54, 164 من قانون العقوبات والمادتين ستة وعشرة من قانون المكهفة الفساد بحق المتهم الثالث عشر وقد أحيى المتهمون يشملهم الملف رقم النيابة 001 2021 إلى قطب التحقيق المعني بمكهفة الفساد مع طلب فتح تحقيق قضائف الوقائع مع المتهمين وكل فاعل محتمل إصدار أمر بالقابض بحق المتهم التاسع وتقديراً للوقت الذي تطلبه مثل هذه التحقيقات وكذا إجراءات عمريات استرداد الأموال وضرورة أن يجري كل ذلك خارج الضغط الذي تشكله عالة آجال الحبس الاحتياطي المحددة بدقة مصطرياً طلبت النيابة العامة وضع المتهمين الآخرين تحت سدابي المراقبة القضائية المشددة وقد حفظت الدعواء عن مشتبه بهم لأسباب مختلفة منها عدم كفاية الأدلة غياب العنصر الجزائي في بعض الوقائع عدم ملاءمة المتابعة مع ضمان مصارح الدولة الاقتصادية والمالية وسيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسييل امتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل أصول الجنائية لمباشرة ولايته القانونية عليها طبقاً للقانون وستواكب وتواكب النيابة العامة إجراءات التحقيق القضاء في الملف بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع واستردادها بكل الطرق القانونية بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال هذا وتذكر النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني الوقائع وتقدير الأدلة وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتنبه إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأهير وعلى حسن سير التحقيق أو استقيارية القضاء تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية النيابة العامة أشكركم جزيلا الشكر أشرف وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح صباح اليوم من مدينة كيهيدي على فعاليات تخليد اليوم العالمي للتغذية المدرسية شرع حفل التخليد بحضور والي غورغل والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين والشركاء الدوليين وممثل الأسرة التربوية في غورغل من مدرسة إينيتي الواقعة في أحد أحياء مدينة كيهيدي أشرف وزير التهذيب الوطني والتكوين المهني والإصلاح سيد محمد ملعيني وليه رفقة ولي غورغل سيد أحمد نورسيدب على انطلاق فعاليات تخليد اليوم العالمي لتغذية المدرسية والذي يصادف 11 من مارس وذلك تحت شعار تعزيز التغذية الصحية ويأتي اختيار ولاية غورغل لاحتضان فعاليات تخليد هذا الحدث العالمي لكون هذه الولاية استفيدوا من برنامج للكفالات المدرسية تنفذه بلادنا بتعاون مع شركائها في التنمية وخاصة وزارة الزراع الأمريكية ومنظمة كونتربارت الدولية بتمويل بلق أزيد من 22 مليون دولار أمريكي يأتي تخليد هذا اليوم في ظرف يشهد فيه تنفيذ سياسة العامة للحكومة تقدما ملحوظا على أكثر من صعيد تنفيذا لبرنامج الخامة الثالثة الجمهورية ويحتل قطاع التهذيب الصدارة في هذا الميدان لكونه دعامة أساسية للتنمية المستدامة وضمانا أساسيا لرقي وتقدم البلاد وتلعب تغذية المدرسية دورا رياديا في تربية الأطفال وتكوين أجل المؤهلة علميا وثقافيا لما لها من ارتباط وذيق بتحسين التحصيل الدراسي من خلال ارتفاع مستوى التركيز لدى الأطفال وزيادة قابلية استعابهم المعارف يكتسر احتفاله بهذا العيد هذه السنة طبعا خاصا لكون هذه السنة الدراسية تتميز بإطلاق برنامج وطني طموح لتغذية المدرسية مكن من تسايرها مع السياسات الأمن الغذائي ومكافحة الفقر والقبل والتهميش حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من عمل المندوبية العامة التأذر ومفوضية أمي الغذائي ورصدت لها الدولة هذه السنة غلافا ماديا معتبرا عمدة بلدية كيهدي السيد طهر بردو ذمن في كلمة ترحب اختيار مدينة كيهدي لاختيار اليوم العالمي لتغذية المدرسية منوها بجهود الدولة في مجال تحسين ظروف تلاميذ خاصة في المناطق الأكثر احتياجا أما ممثل منظمة كونتربارت الأمريكية السيد ديدري يوغو ياما فقد استعرض أبرز جوانب برنامج التعاون الذي تقوم به منظمته مع سلطات الموريتانية في مجال تطوير الكفالات المدرسية ضمانا لولوج الأطفال إلى المدارس في ظروف قذائية صحية وكان مدير مدرسة إينيتي بكيهدي والتي احتضنت حفل التخليد قد ألقى كلمة طلب فيها بتنفيذ المزيد من الإصلاحات وتحسين ظروف التلاميذ وتشجيعهم على تمدرس كلمة تلاميذ المدرسة جاءت مثمنة لإدخال نظام الكفالات المدرسية وما سيوفره من ظروف ملائمة لمتابعة التدريس داخل الأقسام وزير التهديب الوطني والتكوين المهني والإصلاح رفقة سلطات إدارية والأمنية والمتخبين أدى زيارة لبعض أقسام مدرسة إينيتي بكيهدي وطلع على ظروف تحضير الوجبات التي أصبحت تغطي أزيد من مئتي مدرسة في ولايتي لبراكن وغرغل ويستفيد منها ما يقارب 147 ألف تلميذ وشملت زيارة الوقوف على المخصول القذائي الذي تتوفر عليه المدرسة وبرنامج الوجبات التي ستقدم للتلاميذ وفق جدول يراعي استمرار العملية التعليمية واختتم الحفل المخلد لليوم العالمي لتقذية المدرسية بقرس أشجار في محيط المدرسة وذلك في إطار الاهتمام بتحسين البيئة المدرسية وتشجيع ثقافة التشجير داخل الوسط المدرسي محمد علي سالك للقناة الموريتانية مدينة كيهيدي وللمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع نستضيف لكم السيد الكوري إبراهيم سنيبة المستشار المكلف بالاتصال في وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح مرحبا بكم ضيفنا الكريم ما هي أبرز ملامح البرنامج الذي تنفذه الوزارة في مجال كفلات المدرسية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم نعم كما قلتم لقد أشرف معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين البني والإصلاح اليوم على تخليد اليوم العالمي للتقلية في مدينة إينيتي بكي هيدي ويأتي هذا التخليد اليوم متزامنا مع الانطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للتقلية المدرسية والذي تمت انطلاقته من بوستيل وقد أشرف عليها معالي وزير التهذيب الوطني وهذا البرنامج الوطني الذي رصلت له الدولة مبالغ معتبرة تقدر بـ 14 مليار أوقية قديمة ويستفيد منه 147 ألف تلميذ على مستوى 12 ولاية وطنية وعلى مستوى 800 مدرسة والذي يشكل شراكة متميزة ورائعة بين وزاعة التهذيب الوطني وكان التآذر ومفوض الأمل القدائي من أجل الكفاح والقضاء على التمييز وعلى القبن والفقر وكما تعلمون فإن نوام الكفالات المدرسية يضمن الاستبقاء في المدرسة وجودة تحصيل المدرسي لا سيما لأولئك التلاميذ الذين ينحدرون من أوساط بغيرة وذات هشاشة اقتصادية نعم وهذه المكونة أي نظام الكفالات المدرسية تدخل في إطار الإصلاح العام الذي بدأت وزارة التهذيب الوطني بتنفيذ مكوناته والذي يدخل أيضا في إرصاء المدرسة الجمهورية التي إن شاء الله سيقتعدها جميع الموريتانيين نعم سيد المستشار تحدثتم عن 12 ولاية تحدثتم عن استفادة 12 ولاية من هذا البرنامج ماذا عن الولايات الأخرى أو الولايات الأخرى الباقية وكذلك كيف يتم توزيع البرنامج داخل الولايات نفسها نعم هذا النظام نعم هذا النظام كما سلفت حتى الآن تستفيد منه قد 147 ألف تلميلا على مستوى 12 ولاية نعم والطموح والبرنامج هو أن تعمم هذه التجربة على جميع الولايات الوطنية وفي هذا الإطار قد تكفل البرنامج الغذائي العالمي باستفادة ما يزيد على 48 ألف تلميلا وكذلك الوزارة الزراعية الأمريكية من خلال كونتر بارت انترنسونال تكفلت الأخرى باستفادة 69 ألف تلميلا على مستوى ولايتي القرغل والبراكنة نعم على مستوى 60 ألف تلميلا وبالهم ذي قرغل هنا سيستفيد 21 ألف تلميلا على مستوى ولاية قرغل وحدها وما تريده وزارة التهديب الوطني والتكوين المهني والإصلاح هو أن يعممها نظام التكافل المدرسي لما له من أهمية بالقة ومتوافق عليها لسببين إذنيني أولهما تحصيل المدرسي والاستبقاء المدرسي نعم إذن البرنامج سيعوم إن شاء الله جميع التراب الوطني جميع المدات الوطنية وهذا إذن يندره طبعا في سياسة رئيس الجمهورية الذي أوصى والذي يعتبر تهديب خيار وإصلاح تعليم خيار وهذه مكونة مهمة لإرسال هذه النطار جمهورية وإصلاح تعليم وتنفيذ برامج رئيس الجمهورية بإطار تعهداتي وأولوياتي نعم إذن سيد المستشارة المكلف بالاتصال في وزارة التهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاح السيد الكوري إبراهيم صنيب شكرا جزيلا لكم وهنا في المقشوط أدى وزراء وتجهيز والنقل والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والتشغيل وشباب والرياضة صباح اليوم زيارة تفاقد والطلاع لميناء المقشوط المستقيل تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على وضعية المؤسسة وظروف العمل والعمال وأهم التحديات التي تواجهها وزراء التجهيز والنقل والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والتشغيل والشباب والرياضة في زيارة لميناء المواكشوط المستقل تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سيرورة هذه المشيئة الوطنية بعسبرها أهم شرايان الاقتصاد الوطني وأحد نوافذ البلاد على العالم الخارجي كما تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على ظروف العمل ووضعية العمال داخل هذه المؤسسة لتقييم أدائها وتطويره ميناء المواكشوط يعتبر موشيئة حيوية عنده دهورة كبيرة في الاقتصاد الوطني وأكيد أن ظروف العمال فيها ينعكس إيجابا وسلبا على أداء هذه الموشيئة الحيوية مرحب بالسادة الوزراء والميناء مستعد لأنه يعطيهم كل المعلومات اللي هم محتاجين لها يقيموا وضع العمال في هذه الموشيئة الكبيرة الاقتصادية وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامرا سالم محمد أوضح في كلمته أهمية هذا المعلم الاقتصادي والذي ترتبط بحركته حياة المواطن ومصالح الدولة ومشيئاتها والاستثمارات الاقتصادية الكبرى بما يوفره من إمدادات يومية لها ومن هنا يؤكد وزير ضرورة العناية به وتحسن اليد العاملة فيه لتأمين المصالح الوطنية الكبرى وتعد إشكالية اليد العاملة وإعطاء الأولوية للخبرات الوطنية أهم المرتكزات التي تسعى هذه الزئرة إلى تأكيدها ومعالجتها في إطار مقتنة الوظائف والقضايا على البطالة نسبة البطالة في بلدنا لحقتها مرحلة ما هي ما أقولها وعندها إنعكاسات سلبية سياسيا واجتماعيا إنه لما نعرف لهذا الشيء وكيف تعرفوا فهم قانون واضح يضبط للينا قالوا اليد العاملة الأجنبية الشيء كامل يجد يعدل الموريتاني واضح كامل يجد الموريتاني يعدلها ما هو ما أقول أنها تنطل أجنب المريد منه ما هو تحريض والله رواية وإنها نشانب عندنا ولا لا المريد منه أن العالم كامل خالقين العالم كامل حتى الدولة نحن عندنا معهم علاقات طيبة خالق بعض الوظائف ما يجد حد يعدل ما يجد أجنب يعدل مدير ميناء وقال مواقشوط المستقلة السيد أحمد ويلر هايس طمأن عمال الميناء باقتراب تنفيذ عملية التأمين الصحي التي ستشمل جميع العاملين في المؤسسة مؤكدا أن المؤسسة ستفي بارتزاماتها اتجاه العمال وأراملهم ومثل شغلة الميناء ثمن ما تحقق من مكاسب العمال مطالبين بتسوية بقية المطالب التي ما تزال عالقة هاي الناس رجاءت جابوا ثلاثة اتاكنها والموتى المعقاط جابوا هقاع في أي بلايدة حيين هالا نجبار فبورو ونجبار من طريق ونجبار من الرئيس ونجبار من الرئيس الجمهورية ونحن شاكرينكم ونؤيدينكم ونجبارين لا من جهة الحمال ولا من جهة الدول ولا من جting ترجال العمل بين هاي الخطوة وخطوتنا كاملة من نعمه وانا حد المنعمه نعم واليتانو ويا الله منحق لعودوا كاملين فيه كي الصغف اللواحدة إليه شرايك اللي هون كاملي اللي فيهم مثل العمل اللي هو ذو اللي فيهم كامل يا الله لا ينقبضوا من اللي الايحا ينقبضوا من ذو العمال هون إياك إلا عادوا ما يعرفوا المهنة لا يعرفوها امرأ اخرى ويعودوا واحدين اخرين ويطواوا مهنه وفي جولة داخل الميناء تلقى السادة الوزراء شرحا وتوضيحا حول آلية العمل على أرصفة الميناء والطرق المعتمدة في تفريغ حمولة السفن وشملت هذه الشروح أيضا لإشتراطات الأمنية وإجراءات السلامة التي فرضتها إدارة الميناء على العمال وتابعت سادة الوزراء معطيات حول عمليات التوسعة والتحديث التي انطلقت أشغالها مؤخرا لزيارة القدرة الاستيعابية للميناء أمام السفن الأكبر حجما وليتتمكن من الرسو في آن واحد بما سيسهل من عملية التفريغ ووصول المواد المستوردة بمرونة وانسيابية إلى هذا الحد نشكر عائشة علي التي رفقتنا بلغة الإشارة من هذه النشرة نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة صباحا اليوم بالعاصمة ورشة لصالح الإعلاميين تحت عنوان القضايا لا تصله بإدارة ساحل الموريتاني والتي تهدف إلى عملية الحد من هشاشة المناطق الشاطئية الورشة التي افتتحتها وزيرة البيئة والتنمية المستدامة رفقة وزير الثقافة وصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ورئيسة جهة الموارشوت ورئيس السلطة العليا للصحافة والسامعيات البصرية إضافة إلى الشركاء في عملية البيئة القضايا ذات صلة بإدارة ساحل الموريتاني عنوان ورشة تحسيسية تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة لصالح الصحفيين وقائع افتتاح الورشة تم تحت إشراف عدد من أعضاء الحكومة والشركاء في مجال البيئة وتأتي الورشة في إطار تعزيز وترصيخ مبادئ النظام التوجيهي الخاص بذقافة وتحصين البيئة والرهنات التي تفرضها البيئة خاصة على مستوى مناطق تشكل عمق وجوهر الاهتمامات الحالية تصنف الحاضرة الوطنية لحاود أرغين والحاضرة الوطنية لجاولينغ وكذلك الشتبل كمواقع رمصة لأنها عبارة عن مناطق رطبة ذات أهمية دولية ومن أجل تصدد هذه التحديات فإن الحكومة صدقت سنة 2017 على المخطط التوجيهي للتهيئة الشاطئ كما تنفذ منذ 2019 وبدعم من البنك الدولي مشروع وكع الذي يهدف إلى تعزيز التكيف للشاطئ وكذلك للسكان إننا نعتقد أن البيئة يجيب أن تحتل مكانا أكثر أهمية على مستوى وسائل الإعلام والتي بوصفها تنقل الأخبار وتشكل الرائع العام يمكنها أن تساهم في خلق ثقافة بيئية ممثلة البنك الدولي سيدة سيليستينا إيزابيل سانتوس قالت إن البنك يقدم دعما ماليا وفنيا منذ العام 2018 لتنفيذ الخطط المتعلقة بتعزيز قدرات بلادنا في مجال التكيف البيئي الخاص بالشاطئ وأضافت أن بلادنا في إطار هذا المشروع تعمل مع خمس دول أخرى هي السينقال وكود ديفار وتوغو وساوتومي وبريسبي وعدد من الهيئات الإقليمية لتعزيز الأطر المؤسسية والقانونية وتنفيذ استذمارات مدنية واجتماعية وستراتيجية من أجل الحد من هشاشة المناطق الشاطئية في هذه البلدان مؤكدة أن موريتانيا تمتلك تجارب مهمة في هذا المجال يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها المشاركون في ورشة البيئة التحسيسية تابعوا خلال اليوم الأول عرضا حول المحاور والمواضيع التي سيتطرق لها النقاش خلال يومين وتتعلق بكيفية جمع المعلومات المتعلقة بالبيئة واستخدامها حتى تكون رسالة وثقافة يتسلح بها الجميع ويواجه بها تحديات البيئة والتنمية المستدامة علق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال النطق الرسمي باسم الحكومة وزير البترولي والطاقة والمعادن ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة في مؤتمر صحفي عقدوه مساء أمس على نتائج اجتماع الحكومة الأخير ملخص لأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي ضمن التقرير التالي شكل المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مناسبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة استعرض خلالها مجموعة مشاريع المراسيم والبيانات الصادرة عن اجتماع الحكومة الأخير وذلك قبل أن نفسح المجال أمام عضوي الحكومة الحاضرين للتعليق كل حسب اختصاصه وفي ردها على سؤال حول التحقيق الجاري في قضايا الفساد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ملف التحقيق بين يدي العدالة والأخيرة وحدها هي من يجوز لها الحديث عنه الآن الملف عند العدالة حول سوء تسيير والمتهمات ذاك الملف اللي بد بها اللجنة البرلمانية وهذا السؤال ما في فترين ترحل المستوابين لفيد العدالة لشهرة ومسار ومسار عدالي ما في تعليق من الحكومة وبدوره علق وزير البترول والطاقة والمعادن على البيان الذي قدمه أمام الحكومة المتعلق بترخيص لتوقيع عقد استكشاف وإنتاج مع شركة كورن انرجي بي الاس على مقطع بحري من الحوض الساحلي الحقل الخاص بالساحل يسمى C7 C6 والله C7 بمساحة 10,000 كم وهو مقطع عنده تاريخ طويل قطعت فيه شركة بريطانية ما بين سنة 1999 والبينة واخمسطاعش تسمى دانا اكتشفت فيها حقل القاز ما هو كبير وسنة 2017 تم منحه لشركة توتال وقامت فيه بدراسات جلزالية على مساحة تقريبا 7,700 كم مربع لكن مع الأسف كالدراسات على الأقل بحسب تحليل توتال لم تأتي بنتجة وبالتالي تخلت عنه وعادته للوزارة في منتصف السنة الماضية لكن شركة كورن اهتمت بهذا المقطع ومقطع C7 وطلبت من المزارة منحه حتى تقوم بدراسات استكمالية على مدة سنتين وإذا كانت النتيجة الإيجابية ستنتقل إلى المرحلة الثانية وهي متابعة الدراسات وربما إذا كانت النتيجة موالإيجابية لاستقلال لهذا المقطع ومن جانبها استعرضت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة البيانة المشتركة الذي قدمته مع وزير التهذيب الوطني المتعلق بالبرنامج الوطني للتهذيب البيئي من أجل تنمية مستدامة لبرامج المدارس الخضراء الأهداف النوعية لهذا البرنامج خمسة أولا دمج لشكاليات البيئية ومبادع التنمية المستدامة في البرامج الدراسية للابتدائية والثانوية ذانيا تعزيز القدرات التربوية للمدارسين وللأساتذة في المجال البيئي وثالثا تحسين الإطار البيئي للمدارس وهون لاهنا نتكلم عن مدارس خضراء رابعا تطوير شبكة وطنية لنوادي الشباب حول البيئة وأخيرا إطلاق ابتداء من العام الجاي 2022 جائزة لأفضل مدارس خضراء تحت رئاية فخانة الرئيس الجمهورية إلى ولاية تريرزا حيث انطلقت صباح اليوم فعاليات ورشة التشاور حول تطبيق القانون 004 2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات مع السلطات الإدارية والقضائية والأمنية على مستوى ولاية تريرزا يهدف اللقاء إلى تشاور لمعرفة أفضل سبل لتطبيق القانون الجديد سعيا لترقية وضبط النسيج الجمعوي في موريتانيا تطبيق القانون 004 2021 الخاص بالجمعيات والهيئات وبالشبكات كان عنوان ورشة للتشاور والتبادل منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لتعريف السلطات الإدارية والقضائية والأمنية على مستوى ولاية تريرزا بهذا القانون لقد جاء القانون 004 2021 استجابة لمتطلبات المجتمعات الديمقراطية التي تكرس الحريات والحقوق من أجل مهنة النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في النهوض بالعلاقات والدفع بعجلة التنمية إن هذا النص القانون الجديد الذي يلقي القانون 64-08 ويستبدل النظام الترخيص بالنظام التصريح يعتبر تعريفا أكثر دقة ووضوحا للجمعيات حيث أصبح إلزاميا أن تتشكل خمسة أشخاص على الأقل وأن تغضي مجالا أساسيا واحدا كما يحدد قواعد التأسيس والنظم التشقيل والحكامة الداخلية والإلقاء أو الرافض أو أسباب التعليق والحل المشاركون في ورشة التشاور والتبادل حول القانون الجديد تلقوا شروحا حول أهميته لتسهيل عمل الهيئات وشبكاته وتمكين السلطات من مراقبة عمل هذه الهيئات بما يضمن تأدية عملها هذا القانون حقا يشكل نقل نوعية في الفضاء الجمعوي تسيير إلى الفضاء الجمعوي الذي جاء بعدة إصلاحات مؤسسية وإصلاحات بنوية دولة تضبط العمل الجمعوي وتمكن الجمعيات من أن نشارك بسبب جدية في عمل البناء الوطني والتنمية البرشد تم تنظيمها بحضور والد ترارزة ورئيس الجهة وعمدة بلدية روسو وحكام مقاطعات الولاية والقادة الأمنيين والعسكريين إضافة إلى خبراء قانونيين عبدالله يسلم الموريتانية مدينة روسو وفي عاصمة الاقتصادية وقف رئيس وسلطة منطقة والي بو الحر صباح اليوم على تقدم أعمال البناء وتجهيز محطة تبرد وتخزين البضائع بمطار نواذيب الدولي وكان رئيس السلطة الوفقة الأمني العام لسلطة منطقة نواذيب الحرة ومنسق مشروع التنمية بنواذيب حيث تلقى الوفد شرحاً مفصلاً حول سير الأعمال وآجار التسليم سعياً من سلطة منطقة نواذيب الحرة للاستفادة من الثروة السمكية الهائلة وتنفيذاً لمحاور استراتيجيتها التنموية الشاملة بوصفها قطباً تنموياً في البلاد تتنزل زيارة رئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة السيد محمد علي والسيد محمد صحبة الأمين العام للسلطة السيد سيد مولود والإبراهيم وبعض الشركاء الدوليين والأطر لهذه المنشأة التي ستكون في القريب العاجل بوابة المنطقة الحرة لتصدير الأسماك إلى العالم ويمثل تواجد هذه المنشأة بمحيط مطار واذيب الدولي تسهيلاً لخدماتها يقول القائمون على المشروع الوفد تلقى شروحاً مفصلة عن اختصاص كل مكونات الوحدة والإجراءات المتخذة لتذليل الصعاب حتى يكتمل المشروع في أقرب الأجال في إطار بناء قطب تنموي بحري المنطقة الحرة تنشأ منذ النشأ لخطة استراتيجية واضحة المعالم من هذه المعالم هذه المنشأة الواقفين على اليوم نزارها السيد الرئيس تعتبر عن غرفة تبريد متكاملة لتصدير تصدير الأسماك الطاسجة طبعاً هي متكاملة والأعمال متوقعاً في الأشهر القادمة وطبعاً تأثرت بهذه الجائحة ونحن إن شاء الله في تحت المتابعة دور إن شاء الله هنا نعودوا عند المعاد ودور إن شاء الله نستلموا للمشأة حسب الدفتر الاتزام الجهة التي يتم تنفيذ المشروع بشراكة واضحة بينها مع حكومة موريتانيا أكدت أهمية هذه المشأة من أهداف هذا المشروع إنشاء غرفة تبريد وتصدير للأسماك نحو الخارج الأسماك الطازجة نحو الخارج المشأة تتكون من غرفة تبريد واستقبال بمساحة 600 متر مربع 600 متر مربع ومن مكاتب عبارة عن شباك موحد تتواجد به جميع المكونات اللازمة من المؤسسات تتواجد فيها جميع الآليات اللازمة لحسن واستخدام هذه المشأة ضمن سياسة اقتصادية تنتجها سلطة منطقة وذيب الحرة سيصبح هذا المسار وساركا في أقرب الأجال لتصدير أسماك موريتانيا طازجة إلى جمعين حي العالم لقناة الموريتانيا عبدالله لزبير وذيب نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اليوم بمقارها في نواكشوط يوما تفاعليا حول صورة المرأة في الإعلام الموريتاني وتهدف السلطة من خلال تنظيم هذا اللقاء الاستماعي إلى عدد من النساء الرائدات في مختلف المجالات التنموية النوع ووسائل الإعلام شعار اليوم التفاعلي المنظم من قبل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حول صورة المرأة الموريتانية ويهدف هذا اليوم إلى مناقشة وعرض جهود المرأة في كافة المجالات مع تقديم نماذج من تلك الجهود أنا جد سعيد وكذلك مجلس السلطة بهذا الحضور النوعي في هذه الفعالية النوعية التي أردنا أن تكون يوما تفاعليا ليشارك المرأة الموريتانية في احتفالياتها وليتتمكن المرأة من خلاله من عرض مختلف انشغالاتها وتطلعاتها سيما وهذا ما يهمنا أكثر تلك التي ترتبط بصورة المرأة في وسائل الإعلام المرأة أيا كانت هذا يومكم الذي يمكن أن تستعرضوا فيه هذه الصورة والسبل الكفيلة بترقيتها وتطويرها أنتم شركاء في هذه الصورة الموحدة لكم كثيرا ما نسمع عندما نتحدث بإعياد المرأة عن تلك المغلومية الدائمة ولذلك الحس الدائم بالغبن وهو الحس أو الشعور الذي يكتسي وجاهته من جزء من تاريخ هذه المرأة هذا الكائن النبيل نظرا لأنها عاشت تجذرا في الغبن وعاشت تهميشا متواصلا طيلة تاريخها الإنسان بصفة عامة وهي بحاجة إلى المزيد من التحفيز والتمييز حتى تتمكن من الوصول إلى العتبة التي وصل إليها الرجل بصفة عامة هذا اليوم التفاعلي شكل منصة التقد خلالها القيادات النسائية الناشطة في المجالات الإعلامية والسياسية والحقوقية والاقتصادية إضافة إلى ناشطات في المجتمع المدني ورائدات في مجال الأعمال لا شك أننا كنا تعرفنا أن مجال تخاص السلطة العليا للصحابة هو الضبط وللا فإن نفاذ المرأة لوسائل الإعلام يدخل في صميم اهتماماتها سواء كانت هذه المرأة فاعلا أو منتجا في المهنة الإعلامية أو موضوعا تطرحه وتتناوله وسائل الإعلام هدفنا إذن من تنظيم هذه المنصة مع هذا الكم من النساء الرائدات في مختلف مجالات التنمية هو الاستماع لآرائي كنا أولا وتدارس هذا الموضوع موضوع الصورة المرأة في الإعلام وطرق تأمين هذه الصورة وضبع النفاذ الشامل للمرأة في وسائل الإعلام ومعرفة التحديات والمشاكل المطروحة لها في هذا المجال من قطاع الرقابة المتابعة بسلطة العليا للصحابة والسامعيات البصرية يتابع بدقة النفاذ المرأة لوسائل الإعلام ويتابع الصورة التي تقدمها هذه الوسائل عن المرأة وستتوج تلك المتابعة بإصدار تقاليد شاملين حول مرأة في وسائل الإعلام قريبا وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها التي تجمع النساء من مختلف التخصصات وذلك لمناقشة المشاكل التي تواجههن وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة لحلها تحدث المدير العام للصحة العمومية بوزارة الصحة مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي عن مستجدات حالات وباء كوفيد-19 في بلادنا وقد بيّن المدير العام للصحة العمومية بلغة الأرقام عدد الإصابات بوباء كورونا وعدد حالات الشفاء والوفيات خلال الأسبوع المنصري كما تعلمون هذه النقطة الصحفية أصبحت أسبوعية تبث يوم الخميس بمثل هذا الوقت وإليكم المعطيات حول جاعة كوفيد في بلادنا لهذا الأسبوع وفيها تسجيل 133 حالة خلال الأسبوع كلها حالات مجتمعية كما تم تسجيل 116 حالة شفاء ولله الحمد لم نسجل وفاة في هذا الأسبوع أما الحالات الجديدة فتتوزع على النحو التالي بين الولايات 15 حالة في العصابة 11 في قرقل حالة واحدة في قيدماقة 19 في الحوض الشرقي 25 في نواذيبو 12 في نواكشوت الشمالية 34 في نواكشوت الغربية 9 في نواكشوت الجنوبية حالة واحدة في تقانت و6 حالات في ترارج أما الحالات النشطة اليوم بعددها 280 منها 183 بدون أعراض و13 لديهم أعراض خفيفة في حين أن لدينا 12 مريض في حالة حرجة وهكذا يكون عدد إجمالي عدد الحالات منذ بداية الجائحة وصل إلى 17.394 حالة كان من بينها 9.061 من المخالطين 192 من الحالات الوافدة والباقية من الحالات المجتمعية كما كان عدد حالات شفاء 16.744 شخص وصيب بهذا المرض وشوفيه لله الحمد في حين أن الوفيات كان عددها 442 يرحمهم الله جميعا أما بالنسبة للفحوصات ففي هذا الأسبوع تم إجراء 6.612 بحص منها 122 للمتابعة و 6.490 بحص للتشخيص تتوزع ما بين 1.447 من الفحوص السريعة و 1.043 من فحوصات بسار وتتوزع هذه الفحوصات على النحو التالي بين الولايات 146 في أدرار 406 في العصابة 131 في البراكنا 218 في قرغل 100 في قيدماقة 800 في الحوص الشرقي 45 في الغربي 176 في إنشيري 253 في نواذيبو 170 في نواكشوط الشمالية 163 في نواكشوط الغربية 112 في الجنوبية 88 في تقانت 230 في الترارزة و 31 بحص في تير الزمون وهكذا يكون إجمال الفحوصات منذ بداية الجائحة وصل إلى 227.780 بحص كان من بينها 199.901 للتشخيص تتوزع ما بين 144.059 من الفحوصات السريعة و 55.842 من الفحوصات بسار على همش حفل عشاء نظمه رئيس المجلس الجهوي لولاية الحووض الشرقي سيد محمد والاتجاني على شرف قافلة النعمة الصحية تم توزيع شهادات تقديرية لعديد الشخصيات التي زاهمت في إنجاح العمل الخيري لهذه القافلة الصحية وقد كان والي ولاية الحوض الشرقية سيد الشيخ العبدالله واللواه على رأس قائمة المكرمين من قبل هذه القافلة الصحية التي قامت بإجراء عديد العمليات وتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات بشكل مجاني وبمبادرة من مجموعة من الأطباء المنحدرين من ولاية الحوض الشرقي بالتعاون مع وزارة صحة إضافة إلى أهدافها الصحية وفرت قافلة الحوض الشرقي الطبية مناخا انتعش فيه اقتصاد مدينة النعمة وشهد النشاط التجاري ديناميكية على مر الأيام التي قدمت فيها القافلة الخدمات الصحية المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع مرسلنا في مدينة النعمة لا تقتصر فوائد قافلة الحوض الشرقي الطبية على تقديم المعاينات والعلاجات للمواطنين فحسب بل تحرك النشاط التجاري في مدينة النعمة نظراً للكم الديمغرافي الذي وصل المدينة حيث نصبت خيام غير بعيد من مستشفى المدينة كمطاعم سريعة ومؤقتة درت دخلاً على أصحابها نحنا مولي جبنا شوية بيعوز تافدينا من أطواك الله وبيعنا ما شاء الله رأينا مولي ذاك كاتب لنا رأينا أطواك الله ما شاء الله الحمد لله لا يطنطهم العافية شاء الله لا يطنطهم العافية شاء الله محيط المستشفى يشهد حراكاً من وسائل النقل التي تحركت بعد ركود طويل كما يقول أصحابها وما زالت تسعرة سيارات الأجرة على ما كانت عليه هذه القافلة ضافت وفرت لدوية ووفرت بعض العمليات التي كانوا يحتاجون لتنقل شور النواقشوط جزاهم الله خيراً وبالنسبة لهذه الشرائح التي فيها بعض من الشرائح جبرت مردودية مادية كيف تهل النقل وكيف تهل المطاعم وهل البقاليات أو من اللي جبروا مردودية أكثر الحراكية الاقتصادية التي شهدتها مدينة النعمة قبل وبعد وصول القافلة الصحية دفعت المواطنين إلى المطالبة باستمرارية أهال النوع من القوافلة الصحية الناس تبارك الله استهدت كامل الحمد لله شكروا له خاصة هاي الناس اللي ضعاف هاي المال اللي عدده ما يخصرش لا استمر لا تم كل زمن استمر وبذلك ضربت قافلة الحوض الشرقي الطبية عدة عصافير بحجر واحد معالجة الناس وإنعاش اقتصاد المنطقة في انتظار تحقيق أهداف القافلة كلها محمد عمر بلول الموريتانية مدينة النعمة والآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل حيث ينضم إلينا من مدينة النعمة مراسلنا محمد عمر بلول وعبدالله والصوفي من مدينة كيفا نبدأ معك عمر بلول ما هي المردودية الصحية والاقتصادية للقافلة الطبية بالحوض الشرقي أهلا مساء الخير لك ولمحمد فال ولجميع مشاهدي الموريتانية في كل مكان السؤال نبدأ من حيث بدأ المردودية الصحية المردودية الصحية للقافلة الصحية التي جاءت قبل أيام قليلة إلى مدينة النعمة والتي مكونة من عدة طباء وأخصائيين قدموا من العاصمة الواكشوت ورفقة أصدقاء لهم المختلف بأنحاء الوطن لإجراء الفحوصات وكذلك الاستشارات الطبية والعمليات حتى الآن حسب آخر المصادر التي وصلت إلى أنها القافلة أنجزت ما يقارب أكثر من 150 عملية جراحية من أهم هذه العمليات الجراحية يعمل تقسير الرئى لأحد المواطنين الذين لو لا هذه القافلة لكان ذهب إلى عاصمة ومشروط لإجراء هذه العملية كذلك أجرت العشرات من المعاينات وكذلك المئات من الاستشارات الطبية في مختلفها هذه القافلة أيضا فتحت بابا جديدا على عاصمة الحوض الشرقي مدينة النعمة وهو باب الاقتصاد حيث أن هذه القافلة ضر دخلا وفيرا على أصحاب دخل المحدود من باعة المطاعم الصغيرة وما إلى ذلك انتعش الاقتصاد في مدينة النعمة هذا ما لمسناه من المواطنين لأن قابلناهم خلال الأيام الماضية منذ وصول قافلة الحوض الشرقي الطبية وهو ما دعا المواطنين إلى القول بأن هذا النوع من القوافل الصحية يجب أن يستمر لتكون هناك حركية اقتصادية وكذلك لتوفر الدواء المواطنين الذين لم يكن مبالغي هذه النوع من العمليات وكذلك الاستشارات الطبية ولتقدم لهم أيضا الأدوية بما أمكن هذه القافلة هي عبارة عن بعض من الشباب الحوض الشرقي الذين يعملون في مختلف المستشفيات وأصحاب كفاءة عالية جدا في المجالات الطبية سواء في الاستشارات ومراض الصدر ومراض القلب وما إلى ذلك مجمل ما سنقوله عن هذه القافلة هي أنها ضربت عصفران بحجر واحد هو توفير الدواء للمواطنين الضعفة وكذلك انتعاش الاقتصاد في مدينة النعمة التي تعيش كانت ركولا اقتصاديا شديدا حسب المواطنين لو لا أنها القافلة هو ما يطالب المواطنين باستمرارية القافلة أو قوافل أخرى تكون متخصصة في تخصصات لا توجد ضبية طبعا لا توجد في مدينة النعمة إذن محمد أعمار بلول مراسل الموريتانية من مدينة النعمة شكرا جزيلا لك أعلن والي داخل التنواذيبو زوار اليوم عن سلسلة من الخطوات والتدابير لصالح دعم المزارعين على المستوى المحلي تشجيعا للأمن الغائي الزراعي والاكتفاء ذاته من مادة الخضروات جاء ذلك أثناء زيارة التفقد والاطلاع التي أدها الوالي اليوم اليوم للمزرعة النموذجية ومزارع حي الجديدة بهدف التعرف على واقع المزارعين والاستماع إلى التحديات التي يواجهونها هذه البساتين بظلالها الوارفة وأشجارها المثمرة على مستوى مدينة تنواذيبو جزء من حيازات زراعية تقدر المساحة المستصلحة منها حاليا 45 هكتارا تنتج ما يزيد على 212 طن من مادة الخضروات لصالح الأسواق المحلية والداخل تنواذيبو رفقة عمدة المدينة والسلطات الإدارية والأمنية والمعنيين أدى زيارة تفقد وطلاع لكل من المزرعة النموذجية عند مدخل المدينة ومزارع حي الجديدة وخلال هذه الزيارة قدم مسؤول المندوبية الجهوية للترمية الريفية على المستوى المحلي شروحا حول التعريف بالمنظومة الزراعية وأهم مكوناتها إضافة إلى تحديات التي تواجهها وفي عين المكان تفقد الوالي والوذي المرافق له الحيازات الزراعية التي تشمل 1829 قطعة أرضية تتوزع على المزرعتين بعد ذلك ترأى سوالي داخل التنواذيبو اجتماعا مع المزارعين أعلن فيه عن سلة من التدابير والإجراءات لصالح تشجيع الغلة الزراعية ودعم الاكتفاء الذاتي في مادة الخضروات تيرى انبلغ لكم تحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني وحكومته ونقول لكم أهم من الساعة اللي جاءوا أهم الأمور اللي يتميز اللي فاتوا واحلوا فيه اللي ذاك اللي واعدكم انتموا واعد الناس اللي كيفتكم مجينا هون اليوم الهدف منه على أن نشوفوا ذا اللي واحلين فيه نعرفوا ذا اللي انتموا واحلين فيه شنه نعرفوا على أن المهون هو المشكلة الأولى وفتنا قبضنا فيه مبادرة عندهم جينا هون ذاك المبادرة طلبنا من التآزر لأنهم يعدلوا هون محطة لتحليط المياه خاصة لا بالمزالة يقولوا ما هم مش تركين قاعم على في المالين يشرب وذيك الرسالة وصلت طلبنا منهم البذور وطلبنا منهم الآلات الزراعية يدعموكم بيهم وطلبنا منهم دعم مادي يعدل للأسر بيالي لا بدالهم شيء عاونها في الحريثة وهذا مبارك معاه من جانبه عمدة مدينة وذيبو استعرض الجهود التي تقوم بها البلدية في مجال مساعدة المزارعين على المستوى المحلي البلدية بدأت تنتبه من ساعة زارنا الاتحادية وطرحوا لنا المشاكل وذا هم بدأنا جبنا قدر منها من عنقري ومن قرياج وعندنا مبالغ مالية التي تقسم نعرف عن هذه الزراعة التي تعاون تقضي حاجيات المدينة مداخلات المزارعين تترقت لجملة من التحديات تتعلق بأهمية دعم المزارعين وتوفير القروض الميسرة وزيادة المدخلات الزراعية ودعم المنتوجي الوطني وتزامنا مع هذه الزيارة قدمت بلدية نوذيبو معدات وآليات وأسمدة لصالح المزارعين في كل من الاتحادية المركزية للمزارعين والإتلاف الجهوي للاتحادات الزراعية الفاغا ولي الشيباني قناة الموريتانية نوذيبو ولتسليط الضوية أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم السيد مموة والبوبوط المندوب الجهوي المساعدة المكلفة بالزراعة بداخل تنوذيبو مرحبا بكم سيد مندوب سيد مندوب ما الهدف من هذه الزيارة وما أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في ولاية داخل تنوذيبو بشكل عام الهدف من زيارة السيد الوالي اليوم إلى المزارع المقاطعة تنوذيبو هو للوقوف على واقع الزراعة والمزارعين في مناطق انتاجهم وحثهم على مواصلة الانتاج وحثهم على مواصلة الانتاج وهي فرصة سانحكا أيضا لتواصل ما بين السلطات الإدارية والمزارعين من أجل الدفع بعجلة التنمية الزراعية على مستوى هذه المقاطعة نعم وقد شملت هذه الزيارة طبعا قد شملت هذه الزيارة في محطتها الأولى في محطتها الأولى المزرعة النموذجية وهي مزرعة انشئت سنة 2012 وكمزرعة نموذجية مساحتها خمسين هكتار خمسين هكتار مزرع منها حاليا عشرين هكتار تقريبا هو النصف وتعطت انتاج خلال هذه الحاملة الزراعية المستمرة ما زالت يصل إلى 12 طن من مختلف محاصيل الزراعية نعم من المعروف أن نواذيبو تجد في جميع انواع المحاصيل الخضر نظرا مثلا توفر المناخ والطربة بعد غسيلها وكذلك مثلا الأمور الظروف التي تتوفر هو شروط الانتاج القصدي للمحاصيل المحاصيل المحطة الثانية كانت مزارع جديدة وهي مزارع قديمة عن ماء طبعا منشئة أخرى بدأت من السبعينات وتربتها أحسن من تربة المزرع النموذجية وأقل مشاكل من المزرع النموذجية من أهم التحديات التي تواجه الزراع في الوادب عموما هو نقص الماء الملاحظ هو نقص الماء نقص الماء هو حالة عامة تشهدها المقاطعة النواذبو منذ سنوات وهو عجز وبالتالي فإن الزراعة تحصل على نصيبها من هذا العجز وبالتالي هناك في الآفاق القريبة حلول مثلا لهذا المشكل بدأت الدولة تفكر جديا في حل مشكل الماء على مستوى النواذبو عندما تحل مشكلة الماء بالنسبة للنواذبو بين ذلك سيؤدي إلى حل مشكل الماء على مستوى المزارع عموما وهاتين المزرعتين هم مزرعتين كبيرتين لأن المزرعة الجديدة هي أيضا بمساحة 20 هكتار 20 هكتار ومن أهم التحديات كما قلنا نقص الماء وأيضا فاتورة الماء المزارعون يشكون من أن فاتورة الماء التي تقدمها الشركة الوطنية للماء التي هي S&D تقدمها لهم كل شهر هذا الشهر يؤدي إلى توجيه إنتاجهم بشكل أنهم يعخذون أصناف يزرعون أصناف باكورية أو أنهم يعتمدون على أصناف محاصيل ورقية من أجل تسديد هذه الفواتير نعم بالتحديات الأخرى التي يعاني منها هنا في أنواع المشكلة التسويق المزارع لا يعرف من أين يحمل يسوق منتوجه وبالتالي ليس هناك سوق محلية للإنتاج الزراعي ليس هناك سوق محلية معروفة في المدينة من أجل تسويق المنتوج المحلية نعم سيد منذوب ومن هنا نعم نعم من هنا ماذا عن دور قطاعكم نعم سيد منذوب ماذا عن دور قطاعكم في هذا المجال في التسويق وأيضا في تطوير الإنتاج الزراعي بذاخرة الوذيب بالولاية بشكل عام لم أسمع سوار جيد نعم ماذا عن دور قطاعكم بشأن التسويق الذي تحدثتم عنه وأيضا تطوير المنتوج الزراعي على مستوى الولاية بشكل عام طبعا مشكلة التسويق هو مشكلة عامة أطروحها مثلا وما زال مشكلة التسويق مثلا يراوح مكان معناه أن المزارع هو المسؤول عن تسويق منتوجه إلا أن الدولة تشجع على شراء مثلا تشجع على مثلا على المواطنين على شراء ودعم المزارعين أما التسويق فهو ما زال هناك ما زال هناك خلول في الأفاق على الساس أنه سيتم تحسين من ظروف التقزين للمنتجات الزراعية وبالتالي هذا وهو الخطة المستقبلية للوزارة وسوف يساعد على التسويق بشكل جيد أما عن الخطة المستقبلية المستقبلية فإن الوزارة عاكفة على انتشار قطاع الزراعة في جميع مناطق الوطن من أجل أن يكون رافعة التنمية ومن أجل أن يكون هناك نهضة حقيقية زراعية تنعكس على المواطن البسيط وعلى الوطن والمواطن في سفة عامة إذن سيد ماما والبوبوط المندوبة الجهوية المساعدة المكلفة بالزراعة بداخل المهدب وشكرا جزيلا لكم يعتبر حي القديمة عقدم أحياء مدينة كيفا والنواة الأولى لنشأتها حيث يرجع تاريخ نشأته إلى بداية القرن العشرين نعم ويوجد بالحي القديم الجامع العتيق للمدينة بالإضافة إلى عالم عتيقة عاصرت عالم عفوا عتيقة عاصرت النشأة بعضها ما زال آهلا وبعضها تحول إلى أطلال حي القديمة اسم على مسمى حيث يعتبر باكرة أحياء مدينة كيفا وأولها نشأة ومنه توسعت المدينة وتمددت لتصل إلى ما هي عليه فمع بداية القرن العشرين أملت طروف معينة على الزمان حكاية المكان ليدونها في كناش التاريخ والجغرافيا الحي القديمة هو اللول من الدشر وعقب لكن المأسوه يبسل وكان السباب المأسوه وعادف فيها كان تاجر كان يزوج صنادرة تنصار بالمواد الأساسية اللي كان ما يصب على صنادرة عقب ذلك أدت الناس تزحف قائسة المدينة أنه أست وكثرة الناس أدت فيه قلت لك بداية كانت مدرسة رقم واحد قال أكل عام ونعاد كثرة السناظرة عليهم الكلام وعاد الناس ما تترك وكثرة 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 ضيق شوارع حي القديمة ليس إلا مظهرا من مظاهر قدم الحي وعتاقته كما لا تخفي ذلك بعض المباني الطينية البسيطة التي ما زالت موجودة على حالها كما بنيت أول مرة أنا أخلاقهم في كيف خلق في هاي الدار لك أتقل لي الليلة البنية لهو باتطقية أتقل لي الليلة البنية لهو باتطقية البنية الدار منطي لها باتطقية حالها لتلعب صفته تخلق تالي فيه هذه الدشرة ينقال كيفة القديمة أنا أخلاقها فيها مات وشأت فيني الحكت الحمد لله إن فضل أنا نكرم ولي وقيت إيه قيت إيه السائل هذا هو الجامع العتيق بكيفة فهو أول مسجد تم بنائه في حي القديمة وفي زوايا متعددة من الحي القديم ما تزال بعض المعالم الشاهدة على قصة النشأ تباهي بعتاقتها زهو الحداثة ورونقها وإن عضها ناب التقادم وأوهنها كر الجديدين كما لا يخلو حي القديمة من طلل في هذه الزاوية أو تلك فهذه أطلل محكمة بناها المستعمر فكانت أول محكمة في المدينة قبل أن يغيرها البلا ويحكم عليها الزمن بالتهالك هذه سوق القديمة أول سوق في مدينة كيفا باتت أطلالا خاوية على عرشها بعد أن كانت عامرة بالباعة والمشترين فهنا حيث واقف لا شك عقد الكثير الكثير من الصفقات والمعاملات التجارية عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة كيفا نظمت مجموعة من النساء المنضويات في جمعية لله يا محسنين وسأمس في مدينة زهرات يوما لليتيم استفاد منه أكثر من سبعين يتيما في المدينة خلال الحفل الذي نظم بالمناسبة وزعت الجمعية بعض المأكولات والحلويات المتنوعة التي عدتها خصيصا لهذا اليوم إضافة إلى بعض المشروبات كما كان الحفل مناسبة وزعت خلالها الجمعية بعض الملابس والألعاب والأدوات المدرسية على الأطفال وملابس أخرى خاصة بأمهتهم وأفصح المجال أمام الأطفال لممارسة الألعاب داخل المنتزة الذي تم اختياره لاستضافة فعالية هذا اليوم الخيري نظمت بلدية دار النعيم اليوم بنواكشوط الشمالية ورشة تشاورية تهدف إلى تبادل وجهات النظر بين البلدية ومختلف شركائها في التنمية تسعى هذه الورشة إلى تشخيص البيانات وتحديد الأولويات من أجل تمكين شركاء من تحديد مجالات التدخل بهذه البلدية سعياً سعياً إلى تعزيز التنمية وتفعيلها لتتماشى مع متطلبات السكان في المقاطعة يدخل هذا اليوم التشاوري الذي تنظمه بلدية دار النعيم مع شركائها في التنمية لتبادل وجهات النظر ووضع استراتيجيات تشاركية تحدد مجالات التعاون بين البلدية وشركائها إن أهمية هذه الورشة التي ترتكز على مخرجات الخطة التنموية البلدية هي تبادل وجهات النظر بين البلدية ومختلف الشركاء حول تشخيص البيانات واستعراض ما توصلت إليه لإتاحة الفرصة للتشاور ورثم معالم رؤية مشتركة لوضع استراتيجية تشاركية تحدد مجالات التعاون وتقاسم المهام في إطار دعم الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسبل الممكنة لتحقيقها ونرى في هذا الخصوص أن التجارب والمؤشرات السابقة تتطلب من التنسيق والتشاور لكسب الرهان وتذليل العقبات وتأتي هذه الورشة اليوم لتحديد الأولويات وتشخيصها وبرمجتها وتمكن الشركاء من تحديد مجالات التدخل وبرمجتها لتحقيق الخطة التنموية البلدية وسيسعى المشاركون في هذا اليوم التشاوري إلى بحث السبل الكفيرة بخلق أفاق مشتركة لعلاقة التعاون والشراكة على المدى البعيد ضمن الأنشطة المخلدة اليوم الدولي المرأة هضمت جمعية الصحفيين والفنيين الموريتانيين مساء أمس بمقرها بنواكشوت ندوة احتفائية بحضور نقيب الصحفيين الموريتانيين وجمع من الإعلاميين وخلال الندوة تمت مناقشة جملة من التحديات والصعوبات التي تقف عقبة في طريق المرأة أثناء ممارستها لعملها الإعلامي كما شكلت الندوة فرصة لطرح ومناقشة المشاكل التي تواجه المتعاونين في المؤسسات الإعلامية والحلول المقترحة لها ختم النشرات الكيلون بالعناوين رئيس الجمهورية استقبل بالقصر ياسي وفتا من المكتب التنفيذي لهؤية العلماء الموريتانيين السيدة الأولى تدعو في مؤتمر الأسيسكو يتمسك بالعلم والمعرفة باعتبارهما مزرع الهام يمكن المجتمعات من الحفاظ على التماسك الاجتماعي والتطور العلمي النيابة العامة تعلن توجيه التهم لثلاثة عشر متهما من المشؤولين في قضية الفساد المنبثقة عن ملف التحقيق البرلماني مع المتابعة القضائية بإمكانكم مشاهدين كرام متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كما يمكنكم أيضا متابعة بثنا لذاعي في نواكشوت عبر الموجة الترددية 101.9 شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة